بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واكتفى أثوه إلى يوم الدين اللهم أمين الحديث السادس ما تحصل به لذة الإيمان لذة الطعم الجميل الحلو ده تستلذ تستطعم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أي ثلاث خصال من كنا فيه أي حصلنا له وجد أي أصاب حلاوة الإيمان استلذ وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا حديث خطير حديث مهم حديث جميل يقرب هذا الحديث قضية مهمة من قضايا الاعتقاد وهي أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصير وأن الإيمان لا يكتمل وأن الإيمان لا يكتمل ما لم تتحقق للمرء محبة الله تعالى وما تقتضيه تلك المحبة من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه وكره الكفر وأشياعه لا لشيء إلا لوجه الله تعالى وأن هذه المحبة إذا تحققت في العبد ذاق طعمها فكانت لذاته في الطاعة اصلي كده هو مرتاح وهو مبسوط وهو نفس الصورة ما تخلص يركع كده مش عايز يرفع يسجد كده مش عايز يرفع عايز يفضل مستمر في الطاعة العبادة دي يصوم وقد يكون جو حرب عدشان أو جو برد جعان أو النهار طويل وعمل وكده إنها في طاعة الله يفتح المصحف صفحة بعد صفحة صفحة بعد صفحة ومستلذ وكان له جلد على تحمل المشاق في تحقيق عبادة الله وصار يؤثب ذلك على أعراض الدنيا الزائلة شوف تكونك إنك عايب تجلس نعمة عظيمة الواحد مش حاسبها ازاي الله مستعان قال القاضي عياض لا تتضح محبة الله ومحبة رسولي حقيقة والحب للغير في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط دمه ولحمه وهذا هو الذي وجد حلاوته يا سلام يعني أما تعيش المعاني الثلاث دي إنه يبقى حبك لله ولرسولي صلى الله عليه وسلم حبك للغير لله تالت الحب الحقيقي في الله لا يزيد بالبر لا يزيد بالبر مش عشان خطر المشاق في سبيل الله وإيثاب ذلك على أعراض الدنيا الزائلة مدى ما كنت جلس المجلس ده ده أنا كنت روحة عملت شغلانك كسبت لي فيها عشر وعشرين جين لكن أحصل من القعدة دي كده أنا كان زيت روحة دلوقتي عملت وسويت وكذا وكذا لا 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 بشوفها أوى أوى جماعة لما المسجد يتأخر في إقامة الصلاة بقدر بنا صلت في مسجد أمس الظهر وهدوبك الإمام تأخر دقيقة واحدة دقيقة يمكن ما أكملها كاد أهل المسجد أن يتعاركون والقعد يشوح والقعد يلوح والقعد يتكلم والقعد يتمتم والقعد يضرب دماغه والقعد يتمصمص في شفيفه وقعه بقى لما بدأ صوت مسجد تاني بدأ يقوم في الصلاة خربت الدنيا ده بالله عليك عيش اللذة عيش الطعم عيش أنت في صلاة مكانة الصلاة تحبسك أن حب الله ورسوله يعني إيثار رضاهما على هوى النفس هو ده الحب بقى جماعة بحيث يصير هوى الإنسان تبعا لما جاء عنهما قبل ما أعمل أي حاجة ترضي ربنا توكلت على الله لا ترضي الله لا يمكن أقدم عليها إنك تقدم ما يحبه الله ويرضاه على حب نفسك وهوى نفسك محتاجة مجهودة جماعة ومحتاجة علم عشان تستطعم معاني الإيمان فتستقف في القلب فتظهر في السلوك أسأل الله أن يوفقنا ياكم ونحب ياود وصلي الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين